السلام عليكم و مرحبا بكم في حلقة جديدة سلصة طماطم احترافية في المحلات التجارية جيدة و تكستور جيدة نحتاج 3 مطاشات مطاشات كبيرة نضيف 100 غرام الملحة سوف نضيف تقريبا 100 غرام الملحة سوف نتحن في طحانة اما طحانة عادية سوف تصفيره من الزريعة و القشرة و إذا تحن تحتاجه في الترموميكس 40 ثانية بصرعة 10 غرام لا تحتاجه نهائيا لأن الترموميكس يتحن جيد نضيف زيت 50 غرام ملحة 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 سكرة سلسطة الطماطم و طيبها مزيان و لا تجعلها توقف بثاف و لا تجعلها تنشف بثاف انا في التغمو ميكسن طيبة على مية دراجات 30 دقيقة بعد ما تدوز 30 دقيقة نحل عليها و نزيدها معلقة كبيرة و نصف او لجوج معلقة للنشا نخلطهم في شوية ديال ما ضروري لا ننشعل الحاجة السخونة كتكور ضروري نخلطه في الماء و نزيدها على هات سلسطة الطماطم و نعودوا نطيبوها 10 دقائق او لحتى تشوفوا ذلك التكستور اللي انتو ما بغيين بحال هكذا بعد ما بردت بقات بحالها كيمكن لكم تزيدو تقصحوها شوية تزيدو تطيبوها كتر من هكذا كتولي بحال بوماد و كتجي تكستور ديالها ولا اللون ديالها ولا المدق ديالها بحال انتو ما شريتيوها بحال هاداك الماركات اللي كيتبعو في بحال هكذا و خلاص هادو بيتزا تسبق لي و حضرتو معاكم في حلقة سابقة بزاف ديال انواع ديال العاجئين ديال بيتزا اللي حضرت معاكم عمرتهم شوية ديال دجاج سوتي مع شوية ديال بواغو و عمرتهم حتى باللبدنجال مشوي عفتي البدنجال مشوي والقرعة مشوية في في البيتزا را هتيجيو بوحد المدق رائع و كان بدلو بيهم انتمنى انكم تجربو هادا 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 البيتزا تهدو بالخضر شوية را تيجيو فنين وتنديقو شوية ديال الفخماش و فلون ديال سلصة طماطم ديال السوستومات كيفاش ديرا كأنها من شرية وبمواد منزلية بلا ما فيهاش المواد الحافظة جربوها و حتفطو بكميات كثيرة في المجمد اذا بغيتيو اتمنى حلقة اليوم تكونوا استفتونها وبسطحها و راح